كاس مصر وإحنا يمكن كتير في السادسة كنا نتكلم على الموسم اللي جاي وأكيد أنتوا يا ناس اللي امتبعنا أو الناس اللي امتبع عموما يعني الأجندة الأجندة كرة القدم المصرية عارفة قد إيه الموسم اللي جاي في منطقة صعوبة وإنه الأندية والمنتخبات المصرية هتعاني فيه بشدة ليه؟ لأنه موسم طبعا مزدحم بالمشاركات على مستوى الأندية عندك أربع أندية مصرية بتشارك في بطلاط إفريقيا أهلي وزمالك في بطولة دوري أبطال عندك سموحة وعندك بيرامدز والمصري سموحة كلمة الحق ما علينا بين قصين طبعا حسن محدش يقف لنا عليها المصري وبيرامدز هشاركوا في كونفدرالية ولكن دي مشاركات الأندية في النسخ الجديدة عندك الأهلي كمان زيادة عن الأندية دي هيلعب سوبر إفريقي مع رجا كازابلانكا رجاء البيضاوي وهيلعب كمان في كاس العالم الأندية اللي كنت لسه بكلم حضراتكم فيها وضيفها على ده مشاركة منتخب مصر الأول في كاس العرب أو البطولة العربية أو كاس الدول العربية أو كاس الأمم العربية سميها زي ما أنت عايز تسميها وغراء على طول المشاركة الأهم طبعا في بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون في يناير بالإضافة لجولتين حاسمتين إن شاء الله بعد ما يعني قربنا قوي من التأهل في صدرة بجموعاتنا يبقى عندك مطشين مهمين جدا مع منتخب إكس لسه ما تحددش هيكون في قرعة ووصولا لبرنامج الاستعداد لو تخطط المرحلتين دول عندك كمان برنامج الاستعداد لكاس العالم يعني المنتخب بالتأكيد مش هيخش بهاد شيتوي بقى لا كيروش هيكون عنده خطة إعداد للمشاركة في كاس العالم اللي هي برضو السنة الجاية فبالتالي أنت ما عندكش نفس يعني ممكن إمتى تكون هتلعب مطشط الكاس وكان الاقتراح الأغلب وكان ظني أنا أنه الاتحاد هيروح لفكرة إلغاء كاس مصر أنه المسابقة لا تستكمل المسابقة وصلنا فيها لإيه؟ وصلنا لثلاث فرق تأهلوا بالفعل اللي تدور قبل النهاية الزمالك في مواجهة أسوان دي ناحية تم حسمها الاثنين دول هيلعبوا مع بعض واحد منهم طرف منهم يوصل للمباراة النهاية وبيترو جيت وصل قبل النهاية وفي انتظار الفايز من من؟ من الأهلي ومن براملز يعني نكلم في مطش في اتنين في تلاتة في أربعة أربع مطشاط متبقيين وتخلص البطولة إمتى بقى المطشاط دي تتلعب؟ ما كانش فيه وقت يعني خلينا كده نقعد نراجع مع حضراتكم الشهرين تلاتة اللي جايين ما فيش وقت يبقى فيه أي مساحة المباراة واحدة زيادة فكان الاتجاه أنه أغلب الظن الكاس هيتلغي نهارده اتحاد الكرة بيأكد لا استحالة كاس مصر يتلغي لابد من استكمال المسابقة لأنه المسابقة مرتبطة بدعاية ومصاريف رعاية وبالتالي إضغاء المسابقة وعدم استكمالها يكلف الاتحاد فطورة كبيرة كده فقال لك إيه؟ قال لك في الوقت اللي هيلعب فيه منتخب مصر في البطولات الدولية نستكمل مباريات الكاس بدون الدوليين بما أنك أنت عندك الأهلي وبيراميدز والزمالك يمكن دي الفرق إلى حد ما حتى تضرر شوية من غياب اللعيبة الدولية لكن هيبقى فيه عدالة في غياب النجوم الدوليين يعني لو الأهلي وصل للنهائي والزمالك وصل للنهائي والاتنين هلعبوا مع بعض المباراة نهائية هيبقى فيه تقريبا توازن عدد اللعيبة اللي متردين من هنا تقريبا قد اللعيبة اللي متردين من هنا فيبقى فيه مساواة وتكافؤ فرص وبالتالي هنلعب المباريات بتاعة كاس مصر بدون الدوليين وهيتم استكمال المسابقة